السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد مع وصفة جديدة كنتمنى يلقاكم ان شاء الله في احسن احوال وصحة جيدة يا رب اليوم ان شاء الله سنشارك معكم مسمن معمر بالخضار والشحماء في الفرن كي يجي يا سلام خصوصا في الجو هذا مع البرد وشتيوا كي يجي يا سلام مع كاس ديالتي اللي قطي دلاشية او اللي احتلاشة علاش الله كي يجي من اروع ما يكون كي يجي مقرمش وهالشيش في نفس الوقت ولديد بزف ما تشبعوش منو طريقة سهلة بسيطة ناشحة مليون في المئة نخليكم مع الفيديو باش تكتشفوا معي المقادير وطريقة التحضير وكنت من اخواتي ما تبخلوش هاليا بتشجيعات ديالكم بجمل الفيديو وعلى بركة الله غا نبدو مباشرة بسم الله فأنا غنوضع جوز لايف ديال دقيق الابيض الزلافة هادي تقريبا كتس مئتين وخمسين جرام هولا الرابعة مع الزلافة ديال دقيق الفينو دائما القاعدة ان دقيق البيض كي يكون مضاعف الكمية ديالو على الدقيق الفينو او لما يسمى بساميد الناعم دائما اللي درتو نصف كيلو ديال دقيق الفينو غادروا كيلو ديال دقيق الابيض كنخلطهم مع بعض غنضيف عليه ملعقة كبيرة من السكر ممكن تعودها بالعسل وهو غاد نضيف كذلك ربع ملعقة صغيرة من خميرة العجين ربع ملعقة صغيرة فقط وملعقة صغيرة من الملح الآن غانا بدان جمع العجين ديالي بالماء اللي كيكون دافئ لان دا بالحال بارد الجو بارد يلا كان الصيف والجو سخون كنخدموه بالماء عادي مباشرة من الصنبور دابرا ندفيته واحد شوية انا كنضيف الماء وانا كنجمع في العجين ديالي حتى كتجمع كنت حصلها لواحد العجين اللي كتكون متماسكة مشي مرخوف اكتر من القياس ومشي عوتاني قاسحة بالساف غتشوفوا معي القاوة وبالنسبة لما انا استعملت هذه الزلافة هذي اللولا درتها كاملة والتانية درت الربع ديالها فقط مهم انتم ما غات بتوضيفوه بالتدريج حتى كتجمع لكم العجين ما تضيفوش لماء دفع واحدة وترخفو العجين ديالكم لان ما زال غنخليوها ترتاح وغتترخف معانا ما ترخفوهاش من اللول الان غننزل العجين تيالي فوق سطح العمل وغندلكها واحد شوية ديالك خفيف فقط غير باش تكتنساج من المكونات مع بعض ومن بعد غنحتفظ بها في واحد البلاستيك غدائي وغنخليها اطوال مدة ممكنة كدلك راسها براسها نخليها من ساعة فما فوق يعني ساعة ولا ساعتين او لا ثلاثة سوية او او لا ممكن اه ديروا هاد العملية بالليل وتحتفظوا بها في اللاجهة حتى اللغتليها الصباح كدلقوها واجدة للاستعمال هنا هي ضروري ما ندهنوا لها الوجه ديالها بالزيت باش ما تلتسقش لنا في البلاستيك كنس داليا في البلاستيك وغنخليها جانبان وغندوزوا نحضروا الحشوة بالنسبة للحشوة هنا في مقلات درت تقريبا ثلاثة البصلات انا درت البصلة الخضارية مع الاوراق ديالها الخضارين درتهم في الهاشوار حتى تطحنوا مزيان هكا قطع اللي هما صغار مش اللطين القيوقين ممكن تديروا البصلة العادية الا ما كانش عندكم هاد الخضارية من بعد ما دبعت لي البصلة ديالي مع ملعقة وحدة ديال الزيت اللي درت لها في الاول هنا يا غنضيف الشحمة اللي حتى هي دوزتها في الهاشوار الا ما كانش عندكم ممكن تحكوها في المي بشارة ولا الحكا كارقيقة بالنسبة للشحمة انا هنا يدرت الشحمة ديال بقريب كيمية صراحة ما ما عبرتهاش ممكن تديروا اي كيمية بغيتوها لحسب الرغبة ديالكم من بعد ما تشحرت لي ديك البصل والشحمة هنا غنضيف الجزار اللي حتى هو دوزتو في الهاشوار باش كي 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 ولي انها كارقيوق هنا يستعمل تجوج حبات ديال الجزار يكونوا كبار كذلك غنضيف القرع الاخضار او لالكورجت ثلاثة ديال حبات اللي حتى هما هشيتهم مزيان في الهاشوار باش كي يجيونها كارقاقين اللي ما عنداش لها شوار غتحكم في الحكاكة الرقيقة والان غنخلي الخضرات ديالي تشحر لي مزيان مع ديك البصلة والشحمة الآن غنبدا نضيف التوابل غنضيف ملعقة صغيرة من الملح ملعقة صغيرة من القزبور يابس ربع ملعقة صغيرة من الإبزار نصف ملعقة صغيرة من الكامون نصف ملعقة صغيرة من الكوركم او للخرقم بلدي ربع ملعقة صغيرة من بودرة التوم وملعقة كبيرة من التحمير او للبابريكا دائما كنخليه التوابل حتى الاخير باش مكتحركش لنا ديك العطرية او للتوابل في الاول كنحركو الحشوة ديالنا جيدا حتى كد نساج ملعقة مع ديك العطرية وغنخليها تشحر مزيان وطيب ليا ديك الخضار هنا ايا الحشوة ديالي را طابت كيما شفته معايا كدشيب هاد الشكل غنخليها تبرد مزيان جانبا لانا لازم الحشوة تبرد عاد نخدمو بها وغندوزو للعجين رجعت للعجين ديالي تقريبا خليتو ثلاثة ديال الساعة بما قضيت شغالي وطيبة الحشوة كنلقى العجينة ماشاء الله مدلوكا لراسها واحد العجين اللي رائعة غندهن اليد ديالي بالقليل من السيت وغنشكلها الكويرات اللي هما صغارين بالنسبة لي انا درتهم صغار انتو ما الحجم كانت تحكمو فيه دكش اللي بغيتو انا خرجو لي 26 حبه درتهم صغار لاني غندير وحدة في قلب وحدة يعني 26 حبه غتعطيني 13 المسمنا في الاخير لاني كيما قلت لكم غندير وحدة في قلب وحدة من بعد ما شكلت الكويرات ديالي كاملين كنوضعهم في واحد البلاتو او لوحد اللوحة اللي كنكونوا دهنها بالزيت وكذلك ندهنهم بالزيت من الفوق ديالهم باش ما تكونش فيهم ديك القشرة الساميكة من فوق وغنغطيهم مزيان وغنخليهم يرتاحوا مزيان تقريبا واحد نصف ساعة بما تبرد لي الحشوة ونرجعو ان شاء الله من بعد ما الكويرات اللي يرتاحوا تقريبا نصف ساعة غناخد جوج كويرات اللي غنخدم اللولين غنحتاج للزيت المائدة فقط ما غاديش نحتاج الزبدة نهائيا غناخد الكورة ديالي لولا كنده نورقها بالزيت كنورقها دائما نرقيقة حتى كيبان دينا سطح العمل ودائما نركزوا على الجوانب خصوصا للمبتدئات جروا العجين ديالكم وبالنسبة للجوانب ضروري ما تورقوهم مزيان باش تجيكم بسمنا ديالكم ورقة من بعد كندهن بالحشوة اللي كتكون بردات بطبيعة الحل ضروري ما تبرد لكم الحشوة مزيان كنديرها كطبقة من ديك الحشوة ديال الخضراء والشحمة كجيل ديدة بزيف وكن طويل المسمنة ديالي على الشكل العادي ديال المسمن على الشكل مربع كنوضحها جانبان وغنجيب الكورة التانية كذلك غنطلقها بالزيت جيدان حتى كتكون مورقة مزيانة مرقية وغا كي ما كتلاحظوا معي العجين ما شاء الله راع كل فقاعات ما كيتقطعش نهائيا واحد العجين لي ناجح مليون في المئة وبالنسبة للعجين كي يبغي الراحة يعني قدم ما رتاح العجين مزيان قدم ما كي يعطينا الطوع في الخدمة كناخد المسمنة التانية من بعد ما كنورقها كندهنها كده ديك بالحشوة من بعد كنوضع ديك المسمنة اللولة في الواسط ديالها وكنطوع عليها بهذا الشكل كي ما كتشوفوا طريقة المسمنة العادي كنتحصل على واحد المسمنة تكون شوية كبيرة وحدة وسط وحدة غنستمر هكا حتى غنشك المسمنة ديالي كاملين وحدة في وسط وحدة كنوضعهم في اللطة ديال الفرن اللي فرش لها ورق الزبدة وكان ورقوهم زيان اولا كان قرصوهم زيان ما تخليهم مش غلاد نهائيا باش ما يجيكم مش مضاقصين وفي نفس الوقت ماشيت ورقوهم بزاف باش ما يجيكم مش يابس في الفران قبل ما ندخلوا الفران غندهنوا ببيضة كاملة خلط معها القليل من التحمير وطربتها معاها مزيان غندهن بها المسمنة ديالي وغندخلهم الفران اللي كيكون سخون مزيان من قبل على نار متوسطة هنا يراهم في وسط الفران بغيت نوريكم ما شاء الله كيفاش كيتنتافخو في الفرن داروري تكون نار متوسطة ماشي نار مهيلة باش كيتورقو لكم وكيطيبو بسرعة وكيجو مقرمشين ومورقين وهنا اللطة اللولة ديالي راهية طابت كيما شفتو كيجو محمرين مقرمشين ومورقين كيجو يا سلام بالنسبة اللطة التانية راهها بقى كالطيف الفران لانا اعطتني جوج لطة هاللطة فيها ستة ديال الحبات واللطة التانية فيها السبعة ديال الحبات خرجوا ليها تلتاشر مصمنة كيما شفتو معايا هذا هو الشكل ديالهم كيجو من فوخين كيجو مقرمشين ما كيبغيوش النار مهيلة باش ميبقوش بززاف الفران ويبسوا معانا اه في نفس الوقت النار تكون متوسطة بالنسبة الفرن كهربائي ممكن تشعلوا من الفق والتحت اه لميتين درجة وبالنسبة الفرن غازي اه عافية متوسطة وغير من التحت حتى كيطيبوا ليكم ويتحمروا من جناب بعد كتشعلوا عليهم العافية من الفق باش كيتحمروا من الوجه ديالهم كيما شفتو هذا هو الشكل نهائي ديالهم كيجو مورقين اه هشاش في نفس الوقت ورطي طبعين كيجو يا سلام لدادين بزاف نتمنى اذا عجبكم في فيديو اخواتي ما تبخلوش علي بتشجيعات ديالكم كيف العادة نشكركم على حسن المتابعة ونطلقوا ان شاء الله في فيديو اخر دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله